السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ست صفقات على رادار الزمالك رحيل مجاني لمهاجم الأبيض وشرط مثير لفتوح وأوسوريو يترقب حل أزمة القيد وعقد رعاية للقرى النسائية يستعد فريق القرى الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي أخوان كارلوس أوسوريو لخوض مباراة سموحة والمقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز وشهدت قلعة نادي الزمالك العديد من الأحداث البارزة خلال الآوين الأخيرة منها اقتراب رحيل سامسوناكي نولا مهاجم القلعة البيضاء كما شهد مستجدات مصيرة في تجديد عقد أحمد فتوح نجم نادي الزمالك كشف أحمد حسام ميدو مطلب أحمد فتوح لعب الزمالك لتجديد عقده وقال عبر تصريحاتا له أن أحمد فتوح طلب نفس منحة التعاقد التي طلبها زيزو وضف أحمد فتوح ما طلبش جنيه زيادة عن اللي طلبه زيزو ودي معلوماتي يا أخ فتوح قبل ما كمله كل أخبار أنت مزاي زيزو يعني كل واحده إمكانياته زيزو الغايد دلوقتي يجايب أهداف للنادي أنت نفسك عمرك ما هتجيبها أيوة مكانه هو بيساعده بس أنت مزاي زيزو فمش كل لاعب علشان زيزو عقده بقى بكذا كل لاعب عايز عقده زيزو يقام يمشي مع السلامة في غيرك كتير على فكرة أكد العلامي أمير هشام أن البنيني سامسوناجي نولا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بات قريبا من الانتقال إلى صفوف بلدية المحلة مجانا في الانتقالات الشتوية المقبلة وتابع هشام عبر تصريحاته بلدية المحلة طلبت تعاقد مع اللعب مجانا على سبيل الإعراء وهناك اتجاه داخل الزمالك للموافقة على رحيله من أجل الحصول على دقائق لعب الزمالك يفاوت ست صفقات وضع نادي الزمالك ست لعبين على قائمة المرشحين لانضمامهم إلى صفوف القلعة البيضاء خلال مركاته الشتاء وجاءت قائمة سداسي المرشحين لانضمام إلى صفوف نادي الزمالك في مركاته الشتاء على النحو التالي أمر كمال عبدالواحد لعب فيوتر ومحمد حمدي لعب أمبي وناصر ماهر لعب فيوتر ومحمد حتى لعب طلاء الجيش والمغربي أشرف بن شرقي لعب الريان القطري وطريق حامد لعب نادي دونك السعودي طبعا أحلى خبر أنه هو أشرف بن شرقي وطبعا طريق حامد لا مميز وطرحت إدارة نادي الزمالك قائمة السداسي المرشحين للانضمام إلى صفوف الفارس الأبيض أمام الكولومبي خون كارلس أوسوريو من أجل الحصول على موافقته بشكل نهائي ومن أجل الحصول على توقيع اللاعبين الذكر بعد انتهاء أزمة إيقاف القيد إن شاء الله إن شاء الله وعقد رعاية لفريق أزمالك للقرى النسائية قام مسؤول نادي أزمالك بإبرام عقد رعاية لفريق البطل الأولومبي النسائي وجاء تلقى الخطوة في إطار التزام النادي باشتراطات الاتحاد الأفريقي والدولي للمشارقة في البطولات القرية والتي من بينها أن النادي فريق للكرى النسائية أو أن يكون برعاية فريق الكرى النسائية ونظر لإيقاف النادي من القادة في الفترة الحالية وصعوبة إبرام تعاقده لتكوين فريق قرى نسائية فقد قام الكابتن إسماعيل يوسف مدير القرى للناشئين ولكابتن تامر عبد الحميد رئيس قطاع الاستثمار والمشرف على مدرسة القرى الأساسية بتوصل الاتفاق لرعاية فريق الأولمبي لمدة موسم وتم توقيع العقود في وجود اللجنة السلاسية المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي وعضوية أحمد فهد الوطن المدير المالي وأيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي كما كشف العالمي إبراهيم فاي تطورات جديدة بشأن مفاوضات الزمالك مع أحمد فتوه زهير أيصر الفريق الأول لقرة القدم لتجديده عقده مع نادي الزمالك الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري أقل إبراهيم فاي في تصريحات له كانت هناك جلسة جمعة أحمد فتوه ووكيل أعماله مع مسؤول نادي الزمالك في الساعات الماضية مضيفا أن فتوه في الجلسة كانت له بعض المطالب المالية خاصة بمنحه التعاقد والتي كانت تدور في الجلسات السابقة بين 30 و35 مليون جنيه وأضاف فتوه طلب الحصول على أقصر من 35 مليون جنيه منحه جديد لتجديد عقده مع الزمالك وهو ما رفضه مسؤوله الزمالك أنت عايز أكثر من 35 مليون يا أخي خلي عندك دم ده الشباب طافح الكوتة الدكاترة والمهندسين والناس كتير مش لقيين أقولك إيه 1000 و2000 و3000 وأنت عايز أكثر من 35 مليون جنيه ده أنت يا أخي إيه ده إيه الناس دي هتبع خلال الجلسة ظهرة مقترح جديد بني وجدد فتوه لمدة موسم واحد فقط ويتم تعديل عقده عند الموسم الحالي المتبقي له في عقده مع القلطة البيضاء على أن يحصل على 40 مليون جنيه خلال موسمين ويحصل على 20 مليون جنيه بالتعاقد وأكمل فتوه رفض مقترح الزمالك هيس أبلغ مسؤول النادي بأنه لديه التزامات مادية يا حبيبي ورق إيه العيال مضيفا حتى الآن لا يوجد اتفاق بين زمالك وفتوه حول تجديد التعاقل للاخلاف حول الأمور المادية والله أنا شايفة أن اللعب اللي يتمرد بالمنظر ده في 60 ألف ده يا إزا مالك ما بيقفش على لعب مع السلامة ويجي أحسن منه مليون مرة لكن كل ما نزود لزيزو فتوه عايز يزيد واللعب تاني عايز يزيد وده عايز يزيد فإحنا ما نزودش اللعيبة اللي عايز يقعد في النادي بالعقد بتاعه أهلا وسهلا اللي مش ما عايز يقعد مع السلامة يروح للنادي اللي بيعمل كباري النادي اللي بيفوز على طول ده اللي بيلعب لوحده يالله مع السلام هم عايزين كده فمش عايزين وجع دماغ من العيبة اللي ما تستهلش أصلا إن حد يتكلم عليها أسوريو يترقب حل أزمة إيقاف القيد في يناير لدعم صفوف الزمالك يترقب الكولومبي خوان كارلس أسوريو المدير الفني لفريق القرى الأول بنادي الزمالك حل أزمة إيقاف قيد الفريق خلال الانتقالات في شهر يناير المقبل من أجل تدعيم صفوف الفارس الأبيض ببعض العناصر والتي يحتاجها في المرحلة المقبلة خاصة وأن إيقاف القيد منع الزمالك من إبرام أي صفقات قبل بداية الموسم الجاري ما يجعل الجهاز الفني يعتمد على العناصر المتاحة فقط واعلم أخوان كارلس أسوريو أن هناك مساعي في الوقت الحالي لحل أزمة إيقاف القيد كما أن هناك وعودا من المرشحين في الانتخابات المقرر لها 20 أكتوبر الجاري ولا رأسهم قائمة هسين لبيب بحل أزمة إيقاف القيد فوزهم في حال فوزهم في الانتخابات الكلام ده في الهوى يا أسوريو كما أنهم حددوا خطة لحل تلك الأزمة سريعا وقبل انتقالات شهر يناير المقبل الراجل أجنبي وعارف أن الكلام البني آدم بيتمسك من كلمته يعني الراجل بالكلمة اللي بيقولها ما يعرفش أن احنا بتوع كلامه خلاص احنا بس علشان شو أعلامي علشان الانتخابات لكن بعد كده ما فيش بح كله في الهوى هو ده اللي بيعمله يا سيد أسوريو ما تاخدش على أي حد بيطلع لتكلم لأن كل كلام في الهوى تحية كبيرة لنادي الزمالك نادي الزمالك العظيم ما بيقفش على لاعب ولا بيعمل كباري ولا بيخطف لاعبين ولا عامل زي أحد تاني نادي الزمالك فريد من نوع نادي الزمالك النادي الأبيض الملكي نادي القيم والمبادئ اللي مش عايز يعر في نادي الزمالك ويتشرف بلبس فانيلة نادي الزمالك ويحلم أنه هو يدخل من بوابة نادي الزمالك يبقى ملوش عايش في نادي الزمالك ما يستهلش أنه هو يبقى لاعب في نادي الزمالك يروح النوادي التانية فيه نوادي حلوة كتير بتدي فلوس كتير وبتكسب على طول بالتحكيم وبالمنظومة الرياضية الفزدة يلا بابا مع السلامة ما حدش عايزك فما نقفش على لاعب ونقعد نعمله ونطبلله ولو النبي ونتحية عليه في ستين ألف سلامة هو يما بتبقلش كده يعني بس احنا مش عايزين نقول الكلمات تانية لغاية ما يبان اخرته ايه فاتوح معنا تحية كبيرة للنادي الملكي النادي العظيم النادي الأبيض نادي البطولات اللي بجد نادي القرن الحقيقي نادي القرن العشرين أكثر بطولات في القارة الأفراقية تحية كبيرة للنادي الملكي وتحية كبيرة لجمهور الزمالك أعظم جمهور تحية كبيرة لنادي القيم والمبادئ عايش نادي الزمالك أعظم نادي في الكون